اشتركوا في القناة لتحقيق المزيد من الانجازات لكرة اليد البحرينية كما استمع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لشرح مفصل من قبل رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد حول آخر التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني الأول لكرة اليد والتي يستعد من خلالها للمشاركة في مونديا لكأس العالم التي تحتضنها جمهورية مصر العربية في يناير القادم وملف تحضيرات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية توكيو في شهر يونيو 2021 وأعرب سموه عن الاعتزاز بما يقدمه المنتخب الوطني لكرة اليد من مستويات كبيرة وحصده للنتائج المتميزة التي تسجل للرياضة البحرينية ومنها بلوغه لمونديا الكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته مؤكدا سموه أن هذه المشاركة ستسبق المشاركة الأبرز في أولمبياد توكيو بعد أن نجح أحمر اليد في التأهل ولأول مرة في تاريخه إلى الأولمبياد إثرى فوزه بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق في التصفيات الآسيوية متطلعا سموه أن يقدم المنتخب مستويات مشرفة في هاتين المشاركتين من جانبه ثمنا رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد الجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لتطوير الحراك الرياضي بالصورة التي تخدم الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية بما فيها لعبة كرة اليد مشيدا بدعم سموه للاتحاد لتنفيذ الخطط التي من شأنها تحقيق المزيد من النجاحات